السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متسابعنا زبانان الكرام أولا قبل كل شيء اعتذروا على بديت الريب رأى الاسباب الصحية فقط هذا ستوري الذي احتنا لكم جمعة المواضيع واختاروا أغلى الناس اختاروا الموضوع الاتواب البرد واليوم ان شاء الله سنتكلم لكم على بعض الأنواع المستهلة كثيرا التي تحتاجها هي الاتواب المريفة وفي فيديو آخر سنتعلم لكم الجلبة الوزنية في الأنواع مرحبا ندوزون المعك بسم الله سنتعلم كاشمير صوف كيف سنتعلم لكم كيف هو مزيان او لمشي مزيان أول مسألة نرقبها هي الملمس التوب والرؤية كيف يبقى كاشمير صوف تلمس فيه هذا الصوف واحد النوع الحروشية تحسبه ونازل في نفس الوقت تقلب من هنا ما يكون ما يكون بين الماتير برمير أنها صوف كما ترى الصوف والتي تحكم على هذا التوب تعرف الماتير برمير أن الصوف هي العافية السمس الآخر إذا هذه أتواب المليفة كاشمير يوجد 70% الصوت 30% لكي تشده تعطيه وزن لأن هذا لا يكون تلوينة كثيرة يوجد ألوان كثيرة يوجد ألوان ممتاز يوجد ألوان الرجالية وكهال الرصاصي يوجد ألوان أخرى لشركة مقرارات النوع الثاني المريفة 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 تلوينة كثيرة سوف نجربها بالعافية نجربها بالناخ مميزات هذا المريفة نزل والملمس ملمسه رطب لأنه مصنوع ملقطن ونزل يوجد رونق ممتاز للجلبة ويوجد ألوان عديدة بلوان بلوان ألوان كثيرة في رافيت أكثر من 30 لون لا تحببه ولا تغيره والنوع الثالث والنوع البوليستير لا تقوموا بصراحة ولكن لتعرف البوليستير لأنه يحرق يجب أحد تركيبات ويبقى شرماد مواد الطبيعية مرحبا مرحبا ترجمة نانسي قنقر